رحل ولكنه ما ترك للعراقيين وللعالم العربي بصفة عامة إرثا كبيرا ماذا ترك كريم العراقي وياس خضر صباح الخير عليكم وعلى كل الشعب العربي حقيقة يعني رحيل هكذا قامت الفنان الكبير ياس خضر والشاعر الكبير كريم العراقي حقيقة يعني الألم والحزن السكنة وقلوبنا من أمس إلى الآن يعني حقيقة فنانين كبار وشعراء كبار تركوا أثر وتركوا أعمال جميلة وأعمال لا تنسى من الذاكرة حقيقة الفنان الكبير ياس خضر قدم أجمل الأغاني مع ملحنين كبار أتعامل معهم كانت بدايته يعني مع الفنان الكبير الراحل محمد جواد أموري وعطاه أجمل الأغاني وكذلك أتعامل مع الفنان الكبير طالب القراغولي كذلك المرحوم الفنان الكبير الملحن طالب القراغولي وأعطاه أغاني جميلة مثل بنفسج وروحي وأغاني كبيرة يعني هاي حقيقة تركت أثر كبير على المستمع العربي والعراقي أما بالنسبة للشاعر الكبير شاعر الغزل والحب شاعر الشفاف والكبير كريم العراقي أكيد هاي القصائد اللي قدمها للناس وللحب وللمرأة وللأم والأخت يعني حقيقة كان قصائد كبيرة وقصائد مؤثرة تركت أثر كبير في قلوب كل العرب والعراقيين بشكل خاص